أجي الماتش أمبي بكرة كابتن ماهر وماتش أمبي واحد من محطتين ميستر مرسيماني هشتغل فيهم على التشكيل وعلى الطريقة اللي أعتقد هيروح يلعب بيها في الوداد انت شايف ايه وجه الصعوبة الوجه الصعوبة في الغيابات اللي ما تخلكش انك انت تجرب الطريقة بشكل كامل ولا من الممكن انك انت تغير طريقة اللاعب او تلعب على الماتش ده على انه تجهيز للعيبة اللي ما خدتش بقالها فترة واللي راجع من غيابات بص يا احمد طريقة اللاعب صعب انه يقدر يلعب فيها ليه بقى لان طريقة اللاعب تحتاج وقت للمدير الفني يعني مثلا بين الدورين في 15 يوم بين الدوري والدوري في 15 يوم انا قصدي لماتش أمبي بس انا بكرة عندي خط ظهر كمان مش موجود بس اثناء ايمن يعني اللي عارفنا الحمد للانه هو موجود هو طبعا هو الظروف بالنسبة له يهمه جدا في المباراتين دول رقم واحد يبقى فيه تثبيت للتشكيل وطريقة اللاعب اللي حلعب بيها في مبارات الوداد حتى كمان عشان جمهور الناد الاهلي يتطمن والعيبة يتطمن من الاخراج للمباراتين دول يبقى انت عندك تثبيت في التشكيل ما تخافش يا كابتن مار من اصابة يعني قدر الله بعد الف شر لعيب واحد يتعرض لاصابة احنا عندنا هو عارف احمد وارد يعني طبعا الاصابة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لكن عشان كمان اللاعبة تحفظ والعيبة يبقى عندها ثبات في الاداء والعيبة يبقى عندها ثبات في الجمل التابتكية اللي بيشتغلوا عليها يعني عاش اقول ان هو برضا ظروفه صعبة جدا ان المباراتين عشان يقابل المبارات الوداد هو كان يهمه ان هو في المباراتين دول يحصل تثبيت بشكل جيد عشان الناس تبدأ تقرأ افكاره تبدأ تعرف من اهداف مسماني في خلال الفترة دي لمبارات الوداد اه المطلوب في الجانب الدفاعي اه المطلوب في الجانب اللجومي اه المطلوب في الجملة التكتكية اللي نقدر نشتغل عليها بشكل جيد لكن عاش اقولك انه هو من اول ما جob يشتغل ودي بقى ميزة المدرب المحترف يعني احنا من التقرير واضح اني بدأ يصلح الأخطاء من خلال التدريبات ومن خلال التأسيمة اللي بتدار من خلال الواقع دات الدريبات قدام المقاولين من وجهة نظرك عن المطشط القبل يعني ايه اللي شفته حسيت انه في جديد هنا يعني انا اول مرة حسنا لعبة النهارة اللي عندها دوافع يعني يمكن كانتش موجودة قبل كده ان فيه الروح بدأت ترجع تاني انت عارب برضك من تغيير مدرر مدرر فكل اللعبة عايزة تثبت لمدرر فن الجديد اه ان انا ان انا اكفى ان انا احق ان انا موجود في التشكيلة من بدات المباراة النقطة التانية واضح اوي كمان انه هو يعني متحمس بشكل كبير عنده عنده ثقة في نفسه عنده ثقة في الجهاز بتاعه وعنده ثقة في لعبته من خلال الرؤية الفنية من خلال تغييراته حتى التغييرات اللي بدأ يدفع بيها زيرالدو عمل مطس سبحان الله يعني اول ما رجوع زيرالدو بهذا الشكل والله طول عمرنا شايفين عنده امكانيات بس ما نعرفش كان فيه حاجة غلق ممكن مدرب لمدرب تلاقي جيرالدو مع موسيماني حاجة حاجة تانية النقطة التانية انه هو بدأ يدفع باللعبة عشان يشوف اللعبة كلها يعني بدأت من ضمن الحاجات يعني الزكاء من المدرب انه بيدفع باللعبة اللي موجودين خمس مدلاء اللي موجودين على اساس انه هو يقدر يقيم اللعبة ككل ويشوف الناس في اماكنها اخبارها ايه تحت ضغط منافس قوي زي المؤولين العرب وحنا يمكن في حلقة امبارح كابتن مهر من الارقام بتاعت النادي الاهلي استعرضنا كده مجموعة من الاحصائيات لقينا انه في المباراة بتاعت المؤولين اكبر عدد من التصويبات على المرمى على مدار السيزن بعد استقناف النشاط كان في 18 تصويبة منها خمسة بين الثلاث خشبات اكبر عدد من البساط من التمريرات بين النادي الاهلي بأعلى نسبة دقة اكتر من 300 تمريرة 450 تمريرة صحيحة منهم اكبر عدد من الهجمات او المحاولات على المرمى بس ده كله يمكن ما تترجمش السيطرة 64% استحواز ما تترجمش اهداف لكن عايز اقولك مؤشرات يمكن كانت قليلة قبل كده في عهد فيلر لكن مع مسلماني واضح انه مركز عليها يعني نتكلم عن الاستحواز احنا طول عمرنا الاستحواز وحيطة البساطي اللي فيها اكتر من عدد 12 و 13 و 14 باصة ده يحمد بيعملك نوع من الخلل في دفاعات الخصم وفي نفس الوقت بتباني الصغرة اللي نقدر نخش من خلالها نقدر نسجل من اهداف منها النقطة اللي انت اكلمت عليه التصويبات اللي من خارج ال 18 او داخل المنطقة دي ما كانتش موجودة في خلال الفترة اللي فاتت فيه واضح او فيه نشوة وفيه حماس من لعبة النادي الهل ان هم موضوع التصويبات لان احنا عندنا لعبة مميزة في حيطة التصويبات بشكل كبير حيطة السلية بيسدد وليد بيسدد مهم جدا المهارة دي وقفشة مهم جدا المهارة دي ان احنا ناخدها في المبارات اللي فيها تكتل دفاع بهذا الشكل الاخترقات بأنواحها يعني نهاردة شوفنا الاخترقات من على اطراف محمد هاني مع حسين الشحات مع كهربا حتى فاتحي لما لقى في الظاهير الايصر حسنا ان فاتحي يعني المكان صعب عليه لكن حسنا ان فاتحي بيقدر ايقدي بشكل كبير جدا في هذا المكان التغيرات اللي حصلت بنزول مروان نشاطة الخط اللجومي ولد سلمان نشاطة اخر ربع ساعة التلت اللجومي بدأنا نوصل للمرمى المولين ونهدد فكل دي حاجات بتحسب للمدير الفني اللي هو زي ما قلت لك كل مبارا بيحاول ان هو يضيف جزء اذا كان فردي او جماعي النهاردة بردك بكرة حنقابل امبي كابتل حلم طولان فرقة من الزمن كابتل حلم طولان عنده من الخبرات بيعرف يلعب الفرقة الكبيرة بشكل جايب بيحترم النادي الاهلي الاحترام ده طبعا حيبقى من خلال وامبي في اضعف حالتها بتبقى مع الاهلي بزبط دوافع كبير جدا لكل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي في كل المباراة لكن عاز اقولك اني احنا في المباراتين اللي جايين اذا كان امبي وبرمد مهم جدا مستر مستماني ان هو خلاص حط بقى ايده على التشكيلة المناسبة اللي قدر يلعب بيها اللي يكلم عطا